يمكن زي من برح تابعنا مع حضراتكم بالأمس بالليل أحداث عاصفة شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وكنا منتابع مع حضراتكم التطورات والوضع الأمريكي أولاً بأول على شاشة اكسش نيوز بعد اقتحام عدد ليس بالصغير عدد كبير جداً من المتظاهرين لمبنى الكونجرس الكابتل بالأمس للأسف حصل هناك اشتباكات بين الشرطة وبين المتظاهرين هناك اعتقالات وفقاً لبعض الأنباء هناك أيضاً بعض القتلى نتيجة لهذه الاشتباكات وأحداث عاصفة جداً شهدناها أو شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بالأمس بعد هذا الاقتحام لمبنى الكابتل أثناء انعقاد جلسة الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب للتصديق على انتخابات الرئاسية الأمريكية اللي فاز بها الديمقراطي جو بايدن وطبعاً احنا بنتابع معاكم ايه اللي بيحصل أولاً بأول أبرز ما تناولته الصحف والمواقع الأمريكية خلال كمان الساعات اللي فاتت كانت صحيفة تايمز الأمريكية اللي كتبت منشطة عريض بعنوان اللي هو البيت الأبيض تحت الحصار طبعاً كل هذه المشاهد اللي احنا كنا منتابعها منذ الأمس حتى الآن هي مشاهد غير مسبوقة هناك البعض اللي تعرج لي يعني وفقاً لبعض الأنباء تعرج لي إطلاق نار الشرطة الأمريكية كمان والمسؤولون هناك بيطلبوا أنصار ترامب بالتراجع والحفاظ على سلمية الاحتجاجات تم فرض حظر تيجويل في العاصمة واشنطن للسيطرة طبعاً على الأوضاع وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوتسي عودة المجلس لاجتماعه مرة أخرى لإقرار فوز الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن ويمكن كمان عندنا نيويورك تايمز من خلال موقعها الرسمي كان عنوانها الرئيسي برو ترامب موب ستورمز كابتل بيلدنج ده طبعاً كله بيشير إلى الحصار اللي تم بيه البيت الأبيض والاقتحام اللي حصل طبعاً في المبنى الكابتل أو الكونجرس بشكل غير مصبوق وإحنا يمكن مستمرين مع حضراتكم منذ الأمس لمتابعة كل ما هو جديد بشأن طبعاً الأحداث الأمريكية يعني الجديد بالذكر أيضاً أنه رئيسة مجلس النواب الأمريكي كمان قالت لصحيفة الجاردين البريطانية أنه اليوم تم شن هجوم مخجل على الديمقراطية ومع ذلك لا يمكن أن يردعنا ذلك عن مسؤوليتنا لإقرار انتخاب جو بايدن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر